موسيقى مساء الخير اقل من نصف جلسة بنصف الحوار بنصف ساعة كونت انصاف ازمة وبتوطئة من اركان المعارضة قسم ظهر الطاولة واخذ بثأر جلسة الشهود الزور الوزارية التي لم يكتب لها الاجتماع والاحالة لكن احدا لم يقدم السبب الشافي لانهيار الطاولة والقرار المنظم لسيما ان الاتفاق كان قد جرى سياسيا على تطيير جلسة الشهود او على الاقل فان المعارضة لم تنطعد ولم تنطفض حيال تأجيلها فماذا حدث واي اسباب دفعت الى جلسة حوار منزوعة العصب وهل ما فرض على جلسة مجلس الغزراء انسحب على هيئة الحوار لم تقدم الاجوبة السياسية عن تلك التساؤلات واكتفى التيار الوطني عبر الوزير جبران باسيل بتأكيد انه لن يتحول الى شاهد زور على الطاولة وان موقفه نابع من عدم الحسم في مجلس الوزراء حيث قضية الشهود لا تزال خاضعة للمماطلة والتردد في قلب الحوار المبتور فان من حضر كان مستعدا للنقاش رئيس مجلس النواب باني الفكرة وصل صائما عن الطعام جاهزا للإفطار السياسي والكلام وهو حضر بصفته عضوا مؤسسا في شرعة الحوار ورئيسا لمجلس النواب وقالت اوساطه انه تهيئ للرد عن كل المعارضة لانه وحده بكف وبوف غير انه وجد الفراغ الذي لا يجابه الا بالصمت وتبادل اطراف الحديث غير الاستراتيجي وعلى الطاولة شدد رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان على اهمية استمرار الحوار الذي يشكل قوة للجميع وليس مكسبا خاصا بالرئيس سليمان في المقابل بدى رئيس الحكومة منفتحا على كل نقاش اما الدكتور سامير جعجع فقد تجاوز اشكالية غياب نصف المتحاورين معتبرا ان لا مشكلة في ذلك وشرفه لن ارر نحن وردا على سؤال عن غياب العماد ميشال عون قال جعجع استفأتله وبنتيجة التداول قرر الرئيس رفع الاجتماع ودع الهيئة الى جلسة تعقد في فترة لا تتجاوز الثاني والعشرين من تشرين الثاني مثبتا بذلك مبدئية الحوار وعدم ربطه باي تطور اذ ان الهيئة تشكل مظلة سياسية وفاقية تجمع الاقطاب اللبنانيين وفيما كانت طاولة الحوار تعاني حال الوحدة والغياب كان ثمة لقاء تشبك خيوطه واتصالاته والتجمع عند الصرح البطرياركي غدا وقالت معلومات صحفية ان لقاء مسيحيا سيعقد عند العاشرة من صباح الغد في بكركي بمشاركة مائة وعشرين شخصية وسيتوج باعلان وثيقة مسيحية جامعة تؤكد الالتفاف حول ثوابت بكركي التاريخية ومن العنوان يقرأ المضمون السياسي والى المضمون الاكثر دعما فان وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون تركت انتخاباتها النصفية ونصف هزيمة الديمقراطيين وحفلة الشاي الامريكية ورفعت سماعة الهاتف للاتصال برئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري وتأكيد التزام واشنطن دعم لبنان وسيادته واستقلاله وتعزيز مؤسساته والاعراب عن تقديرها لقيادة الحريري والاتصال هذا اعقب تبرع واشنطن امس بعشرة ملايين دولار للمحكمة الدولية في انتظار ان تحكم المحكمة اذا هيئة الحوار اجتمعت في القصر الجمهوري بمن حضر في غياب اقطاب المعارضة باستثناء الرئيس نبيه بري الغياب ارخى بظله الثقيل على الجلسة فاقتضى التأجيل الى موعد لا يتجاوز الثاني والعشرين من الجاري